بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين إن الاستغفار بداية لكل خير ومخرج من كل ضيق وكرب والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذنوني إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها إن من الدروس المستفادة من قصة هذا النبي الكريم يونس بن متى أن المرأة قد يظن أن الله سيغفر ويعفو عنه على الدوام وإن صنع ما صنع ويظن أن الله لن يعاقبه على مرتكب من ذنوب ومعاص متكلا على أن الله سبحانه غفور رحيم ولكن مثل هذا الشخص ينسى أن الله كذلك شديد العقاب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم خرج يونس إلى الناس مرة أخرى يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام قال يونس يا قوم يا قوم أين ذهبت عقولكم وأنتم تعبدون هذه الأصنام كرموا وجوهكم بأن لا تسجد لهذه الأوثان وما الذي حدث في الكون حتى نترك الدين الذي نعتقده ونتبع ديناً افتدعته وجئت تدعون إليه من هذا الرجل؟ أنا يونس بن متى أرسلني الله لأرشدكم وأهديكم إليه دعوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وارفعوا عن بصائركم غشاوة الجهل والضلال عندنا من الآلهة ما يكفينا ولن نرضى عنهم بديلة تريدنا أن نترك ديننا ودين آبائنا لقد كبر على هؤلاء القوم أن سمعوا قولاً لم يألفوه وحديثاً عن إله لم يعرفوه وكبر عليهم أن يروا واحداً منهم ورجلاً من عامتهم يخرج عليهم وينصب نفسه رسولاً هادياً إليهم ما هذا الذي فعلته يا ستيلة لا أصدق ما سمعته منك لقد أرحتك منه يا أبي وألزمته بشرط لن يستطيع الوفاء به وتأخذين عليه سكاً بأن يدفع وزنك ذهباً هل جننت يا ابنتي؟ هذا جزاء غطرسته بعد أن قال أنه سيفعل ما أطلبه منه لا أدري هل وردته في هذا الأمر أم وضعت نفسك في مأزق لا فكاك منه ماذا تعني يا أبي؟ أعني أنك ملزمة بتنفيذ شروط هذا السك الذي وقعتما عليه وأصبح الأمر خاضعاً لشريعة آشور وقانونها أنت يونس بن متة؟ قال يونس نعم أنا هو تعال معنا لما؟ ماذا فعلت؟ هيا انهض أليس هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي مرسل من السماء؟ بلى إنه يونس بن متة ترى ماذا فعل حتى تقتاده الشرطة هكذا؟ وهل ما يقوله بين الناس ويدعو إليه هيناً؟ إنه يحرد الناس على اتباع دينه وترك عبادة الآلهة إنها جريمة تستحق العقاب سيد يونس ماذا حدث؟ وها قد أتى صاحبه لماذا تمسكون به أيها الجنود؟ صاحبه؟ ومن صاحبه هذا؟ إنه أشعي الذي يلازمه ويؤمن بدعوته أنت إذن من يدعي أنه نبي مرسل؟ قال يونس نعم أنا يونس بن متة نبي الله عجباً أنت لم تحاول حتى الإنكار والأصبحت الدعوة إلى الله وتوحيده وعبادته تهمة يا صاحب الشرطة؟ نعم تهمة فأنت تثير البلبلة بين الناس بدعوتك هذه وتنشر الفتنة بينهم لقد أمرت أن أبلغ رسالة ربي إليكم لأهديكم إليه يا أهل نينوها وما أردت بكم شر إني أعجب من جرأتك أيها الرجل إنها جرأة في الحق لا تكثر من الجدل ومن الأفضل لك أن تنتهي عما تقوله للناس وإلا ألقيت بك في السجن انظر يا سيدي إلى هذا الحجر الأصم الواقف خلفك والذي تسجد له أنت وقومك وتتعبدون له هل يملك لكم نافعاً أو ضرّا؟ أين ذهبت عقولكم يا قوم؟ خذوا هذا الرجل وألقوا به في السجن بأي ذنب؟ أنت متهم بازدراء دين الآلهة والتطاول على رئيس الشرطة وإهانته خذوه من أمامي لقد خالفت أوامر مليكنا وتعرضت لهذا الرجل فقد أهان آلهتنا ويصر على ما يقول ولا يحاول إنكاره أطلق سراحه يا رابولة أتركه وقد قال ما قال؟ أتركه بعد أن أهانني وازدر ديننا؟ الملك سنحريب سينظر في أمره بعد عودته من حملته على مملكة إسرائيل وأنت يا رابولة في أمس الحاجة لكسب رضاه وليس غضبه أليس كذلك؟ أتفهم ما أعني؟ حسناً أيها الوزير داشين ولكن سأرفع أمره إلى مليكنا بمجرد عودته أحسنت يا رابولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال يونس السلام عليك أخي أشعي من؟ نبي الله يونس؟ كيف حالك يا أخي؟ لست بخير منذ رأيت الشرطة وهم يقتادونك وها قد عدت ماذا حدث معك يا سيدي؟ سأحكي لك كل شيء ولكن ليس قبل أن أتناول شيئاً من الطعام فأنا أتدور جوعاً يا هذا ألا تعلم أن إقامتك على النهر مخالف للقانون؟ قال يونس أي قانون يا سيدتي؟ قانون هذا البلد الذي تعيش فيه إن أرض الله واسعة وهذا النهر الطيب من نعم الله على خلقه فلماذا أحرم من السكن بجواره؟ إن كانت الإقامة على ضفاف النهر تخالف القانون فيمكننا أن نرحل إلى مكان آخر انتظر انت عما كنت تتحدث أيها الغريب؟ ومن هو الله الذي تتحدث عنه؟ الله الواحد الأحد الذي خلقنا وخلق هذا الكون وخلق الأنهار والبحار وصخر لنا الشمس والقمر والنجوم وكل شيء حولنا أنت إذن الرجل الذي يزعم أنه نبي ويأتيه خبر السماء أنا يونس بن متى نبي الله إليكم يا أهل نينوى لأهديكم سبل الرشاد وأدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك ما تعبدون من أصنام وأوثان لم أرى مثل جرأتك أيها الرجل ألا تعلم مع من تتحدث؟ ألا تعرف من أنا؟ كلنا عبد الله أنت وأنا وجميع البشر ولن نتفاضل إلا بالعمل الصالح وعبادة الله وحده نحن السادة فقط وأنتم العبيد يا بني إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر